واحدة من ضمن الأفكار اللي فاجأتونا بها كمجلس إدارة فكرة شركات الأهل الثلاثة انت حضاك كنت في المجموعة المختصة بدراسة فكرة شركة الكورة يعني يالت نشرحها أكتر وانت برؤيتك شايف لها راحة إزاي أولا ده يرجعنا الحاجة من أهم الحاجات اللي أنا شايف اللي انت عملت في المجلس ده وما خذتش حقا قوي وإحنا بنتكلم عن الانتخابات هي اللايحة بتاعة النادي اللايحة طبعا لأن اللي لها ما كناش وصلنا للنادي اللايحة كانت حاجة مهمة جدا أننا نخلصها طبعا وأساس اللايحة دي في رأيها هي الشركات أنك تبدأ تنطلق بالشركات بتاعتك وده من إنجازات المجلس عملناها في 2018 وبحضور كسيف والحمد لله الناس كلها كانت عايز أقول لحضوك أنه يعني حتى فكرة اللايحة من المجلس اللي فات كانت واحدة من معارك مالك وكتابة قوي يعني الخاص بحطة الشركات تحديدا إن الحق المحفوظ للجميع العمومية في الأخر إحنا الهدف بتاعنا من ساعة ما جينا كمجلس إن إحنا كنا تكلين على لايحة استرشادية أيوة واللايحة الاسترشادية لايليق لايليق لأنه عنديها كتير جدا كتغيرت صحيح نحن كنا عايزين نشتغل على لايحة بتاعتنا صحيح وأنا كنتم أبسوط إن أنا في الحتة دي في الفريدة ما طلبتهاش يعني بس الكابتن أختارني فيها لأن فتحت لي أفاق لحاجات كتير كابتن عارف دماغك راحة فين والله بالعينة أبسطت فيها جدا طبعا وعملنا شغل مصمر للغاية فيها اشتغلنا على طبعا ضمينا معنا وقتها عضوين في اللجنة دي من خارج المجلس كان معنا دكتور سعد شلبي ووقتها كان مستشار تسويقي للنادي اي وضمينا أحمد شمس وأحمد شمس هو رئيس الأبحاث في واحدة من أكبر بنوك للستثمار في الشرق الأوسط وأهلاوي جدا واشتغلنا على شرقين الشرق الأولين لجانب التسويقي نقدر الشركة دي بقى الرافينيو ستريم بتاعها إيه وإيه اللي نقدر نجيبه كإرادات واشتغلنا مع أحمد شمس على حتة الأندية بره الرافينيو بتاعها بيتشكل من إيه قد إيه بيجي من الرعاية وقد إيه بيجي من البس وقد إيه بيجي من المرشندايزنج الحاجات اللي بتتباعت الشرطات والحاجات دي وقد إيه من تساكر الماتشات الشكل العام بتاع الشركات أو الأندية اللي لديها شركات بره ومطروحة في البورصة مطروحة فين وإمتى وإزاي وبمضاعفات ربحية شكلها عمل إزاي بتكسب ولا بتخسر الترند بتاع المكاسب أو الخسائر بتاع شكلها عمل إزاي وكانت فعلا من أمتع الحاجات اللي هو حد تمتع بيها في المجلس ده وقررنا أن احنا ناخد نموذج يوفنتوس أن احنا عايزين نشوف يوفنتوس عمل إيه الفترة اللي فاتت لأن يوفنتوس من الأندية اللي طورت نفسها قوي تسويقيا في آخر 7-8 سنين تغيير اللوجو والفريق بيكتازب نجوم أكتر منهم طبعا كريسياد رونالدو وبدأنا أن احنا نتصل بهم من خلال خالد مرتاجي وعلاقاته طبعا عنده ما شاء الله علاقات دولية قوية جدا وكان أول اتجاه للأهلي في حتة إيطاليا مع اليوفي عندنا كان علاقات مع باير مونخ وعندنا علاقات مع ريال مدريد وكان أول بقى توجه لنا لإيطاليا وليوفي عشان نسألهم الشركة بتتداري إزاي بإيه العلاقة اللي بين الشركة والليوفي تعرف يوفينتوس مملوك لعائلة أنيالي فالعلاقة ماشية إزاي بتعمله إيه الجوب ديسكريبشن بتاع الدنيا الهيكل النظامي في الشركة وقدمنا الكلام ده كله في بريزنتيشن للمجلس بقى بالكامل وكان معنا الجان تانية اللي كانت لشركة الأهلي للخدمات السياحية وشركة الأهلي للمنشاة الرياضية والأستاذ عملوا برضو بريزنتيشن في المجلس ورشحنا أسماء للكابتن لإدارة شركة الكورة بالزبط والكابتن بقى أكلم أستاذ ياسيب منصور طبعاً رجل الأعمال الأهلاوي الكبير وكننا مرشحين بشوانتس مصطفى مراد فاهمي واحد من الناس اللي أنا طبعاً بعتز بيها جداً وعمر الله يرحمه كان من أعز أصحابي وحسام جالي نضم عليهم من الفترة الأولانية وانطلقت إذن يعني هو ده الفكر بتاع كابتن محمود الخطيب أو بتاعكم كمجلس إن أنا بجزء المهام لا مش تجزء المهام هيرجع بس الحتة ده بقى رجعنا لأول حاجة نحن نتكلم فيها فكرة البطء والسرعة بتاع الشركات جزء كبير من تخطي العواقب دي هنروح مع الشركات وده من أفضل قرارات الإدارية اللي اتخذت لكن أنت تبدأ تنطلق بالشركات بتاعتك الشركات دي هيبعى عندها المرونة اللي أنا كنت بكلمك إن هي موجودة في الشركة عند النادي أبيع بيعنده مية في المية من الشركة لحد دلوقتي لحد ما ممكن نطرح في البورصة أو أي حاجة هيفضل الأهلي عنده الحصة الحكمة بموجب اللايحة اللي حفظت حق النادي لكن خلاص بنت بتكلم على الشركة خاصة هتماشي زي الساروخ هتمشي بموانتم أسرع كتير جداً من النادي بكوادر جديدة بشغل جديد هتبقى بقى هنا حتة الهيكال الإدارية اللي كلنا نتكلم عليها هتبقى أسهل كتير جداً في الشركات دي تلت شركات بيقدرهم قامات يعني الكريم ده شركة الكورة عندنا في الشركة أهل الخدمات السياحية الوزير الأسبق للسياحة يحيى راشد وعندنا المهند سايمن إسماعيل في شركة الأهل المنشئات الرياضية والأستاذ تلت شركة الأهل المنشئات الرياضية وشتركوا في الشركات